نحن الآن في مدرسة بنات العوجة حيث بدأت العملية الانتخابية الديمقراطية هنا بمشاركة أبناء القرية إقبال مميز ومطمئن أيضا منذ ساعات الصباح 12 ساعة ستشهد عملية إقبال كبيرة من المواطنين كما يتوقع هنا المراقبون في بلدة العوجة هناك قائمتان تتنافسان على مقاعد المجلس البلدي في بلدة العوجة حيث أن عدد أعضاء المجلس المحلي هنا في البلدة هو 11 عضوا من بينهم رئيس المجلس القائمتان التي تشكلان مجمل المكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية في بلدة العوجة هناك قائمة تضم 2524 ناخب إذا توقع أن يكون هناك نسبة عالية من الإقبال الجماهيري كافة الترتيبات الفنية واللجستية والإدارية أنجزت بفعل الجهود التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية هناك تنسيخ كبير وعالبة بين لجنة الانتخابات ومحافظة عريحة والأغوار وأيضا شرطة المحافظة التي هنا تراقب وتشرف على عملية سير النظام هناك انضباط عالي هناك حالة دموقراطية كبيرة تعكسها هذه الوجوه التي بدأت تتوافد هنا على قاعات هذا المركز هناك أربعة محطات داخل هذا المركز وهناك توقعات بأن تنتهي العملية قبل الوقت المحدد نظرا لسهولة الانتصال وقرب المسافة حيث أن هذا المركز يقع في وسط بلدة العوجة نتمنى أن تكون العملية الدموقراطية على التم الاستعداد وبكامل الجاهزية من أجل التأكيد على أن هذا الشعب الفلسطيني يستحق الحياة الدموقراطية المدنية وأنه لديه قدرة على الاختيار وفق رؤيته الانتخابية المستقلة التي تعزز من بناء المؤسسات وأيضا تعزز من قدرات ودور الهيئات المحلية وبالتالي تحقق عملية تدوير لإدارة البلديات بشكل منتظم وبالتالي إعطاء الفرص لكافة مكونات الشعب الفلسطيني من أجل المشاركة في هذه العملية هذه هي مجمل الصورة هنا في بلدة العجة وعلى بعد كيلومترات من هنا أيضا هناك مركز آخر وهو في بلدة فصائل حيث ستجري العملية الانتخابية وفق القانون والنظام وفق أيضا منافسة كبيرة من قائمتين هناك تتنافسان من أجل الحصول على أعلى نسبة من المقترعين حيث أن إجمال عدد المقترعين في بلدة فصائل يصل إلى 750 صوتا حتى هذه اللحظة الصورة مبشرة إيجابية وجميلة هناك إقبال جماهيري نتمنى مزيدا من الحضور من أجل نجاح هذا اليوم الديمقراطي المميز كل الشكر لأجزمينا فتحي براهمة ونواصلوا إياكم في تقطيطنا هذه مشاهدنا في فلسطين هذا الصباح وحتى الساعة العاشرة بالانتخابات المحلية 2021 ونواصل مع ضيفتنا فيها للستوديو أستاذي لبنا الأشغر أهلا وسهلا فيك من جديد أهلا فيك من جديد كنا نتحدث عن مشاركة المرأة أهلا فيك من جديد